أودو بيسكو أود في البداية أن أرحب بمعالي الوزيرة كضيفة وصديقة عزيزة على مصر كما أود أن أعرب عن سعادتي بهذه الزيارة كأول زيارة رسمية لوزيرة خارجية رومانيا الصديقة منذ عام 2013 تأتي هذه الزيارة ونحن على مقربة من الاحتفال بمرور 120 عاما من على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدين بحلول عام 2026 استكمالا لسلسلة من الزيارات المثمرة والهمة التي تم تبادلها بين البلدين في السنوات الأخيرة وعلى أعلى المستويات ومن بينها وعلى رأسها زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بوخارست في يونيو 2019 وزيارة فخامة الرئيس كلاوس يوهانس إلى مصر في أكتوبر 2021 وهي زيارات تهدف جميعا إلى تعزيز وتطوير العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين وبما يحقق مصالح شعبيهما كما أسهمت هذه الزيارات المتبادلة في تبادل الرؤى حول العديد من الملفات الإقليمية والدولية خاصة مع ما تشهده منطقتنا من تطورات خطيرة قد تؤدي باستقرار الإقليم ككل وتمتد أثرها إلى دور جوارنا في أوروبا في قطاعات مثل السياحة والصحة وأيضا قطاعي التعليم والثقافة وكان حضر معنا جانب من هذه المباحثات السيد الدكتور وزير الثقافة ودار حديث مطول مع السيدة وزيرة الخارجية الرومانية حول مزيد من تطوير العلاقات في المجال الثقافي بين البلدين وتبادل المعارض الفنية وتبادل أيضا الفعاليات الثقافية كما تحدثنا أيضا التعاون في مجال التعليم هناك العديد من الطلب المصريين الذين يدرسون في الجامعات الرومانية وتحدثنا عن إمكانية فتح فرع لأحد الجامعات الرومانية المتميزة هنا في القاهرة بتوفير الدراسة والتعليم ليس فقط للطلب المصريين ولكن أيضا للطلب من مختلف أنحاء المنطقة وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية تدرسنا وتبحثنا بشكل مفصل حول العديد من القضايا وفي مقدمتها قضية المياه باعتبارها قضية وجودية إلى مصر وشرحت للسيدة الوزيرة مدى أهمية قضية المياه باعتبارها قضية وجودية لنا وأيضا حطها علما بكل مسارات التفاوض التي جرت مع الجانب الإثيوبي على مدار أكثر من 13 عاما دون جدوى وما أعلناه مؤخرا من توقف للمسار التفاوضي واحتفظنا بحقنا في الدفاع عن مصالحنا المائية في حالة حدوث ضرر وبالتأكيد بما يكفله القانون الدولي والميثاق لأمم المتحدة نوالنا أيضا القضية الفلسطينية واستمرار المعاناة والإجرام والعدوان المستمر على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية وأطلعت معالي للوزيرة على كل الجهود التي قامت بها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لمحاولة التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق صراح جميع الرهائن وأن هذه الجهود للأسف الشديد لم تسفر عن أي نتائج بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي وعدم جديته في التوصل لمسب هذا الاتفاق أيضا تحدثنا عن أهمية وصول المساعدات الإنسانية عن الكارثة الإنسانية التي شدها قطاع غزة عن انتشار ومرض شلل الأطفال في شمال القطاع والعجز الدولي حتى مجرد تطعيم الأطفال بسبب التعامل الإسرائيلي كما تحدثت أيضا من جانبي عن الأوضاع المتفجرة في الضفة الغربية وهمية العمل على إنهاء الاحتلال لا تبار أن ذلك أصل المشكلة وجوهرها في المنطقة أيضا تحدثنا عن أهمية الاعتراض بالدولة الفلسطينية وأيضا أن يتم المضي قدما في أعطاء ومنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة اتفقت الرؤى بيني وبين الوزيرة الرومانية بالتأكيد على أهمية وقف إطلاق النار في لبنان وأنا تحدثت من جانبي عن الأهمية البالغة لتنفيذ القرار الأممي 1701 بشكل كامل وبما يضمن نشر قوات الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني وحتى الحدود مع إسرائيل والعمل على تمكين قوات الجيش اللبناني وأيضا تعزيزها هناك كما أكدت من جانبي على شكبنا وإداناتنا الكاملة لكل الاعتداءات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد ليس فقط الشعب اللبناني والمدنيين اللبنانيين ولكن أيضا ضد القوات الأممية في إطار قوات اليونيفيل الموجودة في جنوب لبنان والتي تم نشرها بموجب قرارات من مجلس الأمن وبالتالي نرفض تماما مطالبة إسرائيل لهذه القوات الأممية الانسحاب من مواقعها هذه القوات تم نشرها كما ذكرت بقرار من مجلس الأمن وبالتالي لا يمكن لأي دولة منفردة أي كانت أن تفرد إرادتها على المجتمع الدولي وأن تطالب بانسحاب هذه القوات الأممية من مواقعها تحدثنا أيضا عن الوضع الإنساني الصعب في لبنان وهمية تقديم المساعدات للشعب اللبناني وأنا تحدثت من جانبي بطبيعة الحال على الرفض الكامل لفرض أي وصاية أو أي إرادة على الشعب اللبناني من الخارج وهمية أن يكون انتخاب الرئيس اللبناني بالتوافق من الشعب اللبناني بطبيعة الحال بكل طواقفه تطرقنا أيضا لعدد من القضايا الإقليمية الأخرى على رأسها الوضع في منطقة البحر الأحمر وقضية حرية الملاحة في البحر الأحمر وما تتكبده مصر من مشاكل وأعباء اقتصادية نتيجة لهذا التوتر المتصاعد في المنطقة ممثلا فيه الانقفاض الحد بأكثر من 60% من عائدات قناة السويس تحدثنا أيضا عن الأوضاع في ليبيا عن الوضع في السودان عن الوضع في اليمن ترافقت الرؤى بيني وبين السيدة الوزيرة في الأهمية البالغة لمنع التصاعد في المنطقة ومنع اتصاع رقعة الصراع الإقليمي وعدم انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية كما تحدثنا أيضا عن الأوضاع في القرة الإفريقية وعن التعاون المشترك بين مصر ورومانيا في القرة الإفريقية وتم تتويج هذا التعاون منذ عدة ساعات في البرنامج التدريبي الذي أطلقته وزارة الخارجية الرومانية ووزارة الخارجية المصرية ومركز القاهرة لحفظ السلام وفضل المنازعات هذا البرنامج التدريبي شاركت فيه 11 دولة إفريقية من منطقة الساحل وكان أمرا هاما للغاية أن نتعاون بشكل مشترك في هذا البرنامج الذي يهدف إلى خدمة القرة الإفريقية والاستقرار في منطقة هامة للغاية من القرة وهي منطقة الساحل الإفريقي تحدثنا أيضا عن الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها رومانيا في أفريقيا وإمكانيات التعاون مع مصر في خدمة قضايا القرى الإفريقية خاصة قضايا التنمية وقضايا الأمن والسلام في القرى خاصة أن السيد رئيس الجمهورية يتولى ريادة ملف إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاعات في القرى الإفريقية في إطار الاتحاد الإفريقي تناولنا أخيرا بعض الملفات الدولية الأخرى وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية وتدعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي وبالأخص على الدول النامية وعلى رأسها وفي مقدمتها مصر بطبيعة الحال خاصة فيما يتعلق بقضية الأمن الغذائي وأمن الطاقة السيدات والسادة وجدد الترحيب بمعالي وزيرة خارجية رومانيا كضيفة عزيزة علينا وأتمنى لها إقامة طيبة وسعيدة في مصر خلال هذه الزيارة الرسمية الهامة ونؤكد مرة أخرى حرصنا البالغ على مزيد من تطوير العلاقات ونأمل أن يكون هناك تطورات محددة وملموسة على صعيد التعاون السنائي بين بلدينا ونحن على مشارف الاحتفال بالذكرى المائة والعشرين من تأسيس العلاقات في عام ستة وعشرين وإن شاء الله ستكون هناك مخرجات محددة يتم إعلانها خلال احتفالنا بهذه الزكرة العزيزة على بلدينا